في كل تغطية دوما تجدوننا من نور لوقياكم تسمو شاشاتنا بمناسباتكم يحلو اللقاء لنا منكم لكم وبكم دوما نحن هنا بمناسباتكم يحلو اللقاء لنا منكم لكم وبكم دوما نحن هنا دوما نحن هنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين يا حافظين لآي الله إن لكم أن تفخروا وبحمد الله تأتزروا أتى سعود ابن عبد الله بن جلوي أميرنا يزدهي فيكم ويفتخروا أتاكم ليرى نور الإله بكم فالنور من فكركم كالنور ينتشر فخيركم يا جزاها الله مكرمة جمعية لدروب الخير تبتذر وهو 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 ألف وستمان ها هم على يدها تخرجوا يحفظون الآي والصور هنا السعودية العظمى هنا بلد يزهو بها المبتدى يزهو بها الخير يا آم فأهلا بكم سمو الأمير وأهلا لمن بخاطرنا جبر ولبت دعوة وحضر يا 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 صاحب السمو الأمير سعود بن عبد الله بن جلوي محافظ محافظة جدة أصحاب المعالي والفضيلة والسعادة أيها الحضور الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نجدد بكم الترحيب الصادق والغبطة لتواجدكم بين أهل الله وخاصته نحن اليوم نحتفي فرحا واستبشارا بتخرج أكبر دفعة في العالم من مدينة واحدة من حفظة كتاب الله ألف وستمائة وخمسة وخمسين حافظ وحافظة من جمعية خيركم لتحفيظ القرآن الكريم بجدة في صباح هذا اليوم احتفينا بتخريج الطالبات الحافظات والليلة نحتفي بالحفاظ كواكب الحفاظ تلمع في سماء جدة خيركم أعلم من أعلام جدة وكما تتشكل جدة في أذهاننا ببحرها ونافورتها الشهيرة نستذكر خيركم كان احتفاءنا ولمدة ثلاث سنوات سابقة عن بعد اليوم نحن نحتفي سويا وحضوريا وبقدومكم الميمون يا صاحب السمو خيركم هذا الاقتباس الباذخ المليء بالعطاء المتنامي المستمر بجهود منتسبيها وحفاظها وداعميها خيركم من تعلم القرآن وعلمه وخيركم من حضر اليوم يحتفي ويفرح ويستبشر خيركم فينا خيركم منا خيركم زادكم نستأدن سعادة رئيس جمعية خيركم المهندس عبدالعزيز بن عبدالله حنفي بالتفضل على المنصة لإلقاء كلمته نسعد بتشريفكم حفلنا ونرحب بكم في ليلة من ليالي القرآن نحتفي فيها بكوكبة من أبناءنا وبناتنا حفظة كتاب الله فليلتنا هي أجمل الليالي وأبهاءها كيف لا وهي ليلة أهل القرآن أهل الله وخاصته وازدانت بحضور ورعاية سمو الأمير وهذا يجسد إكراما ودعما لمسيرة خيركم صاحب السمو وضعت خيركم ضمن أهدافها الاستراتيجية الاهتمام بفئة الشباب بنين وبنات وتكوين بيئة جاذبة لهم في حلقات التحفيظ وتشجيعهم على حفظ القرآن الكريم والتمسك بتعاليمه وفق منهج الوسطية المعتدل وتحصينهم من الغلو والتطرف وتربيتهم على قيم الوسطية والاعتدال وتنمية وتعزيز الوازع الديني والوطني بطاعة ولاة الأمر ولزوم الجماعة والعمل يداً واحدة لبناء المجتمع وعمارة الأرض وتعد خيركم أول جمعية خيرية تقدم دورات في الأمن الفكري لمنسوبيها حفظنا الكريم التهنئ لأبنائنا بما اصطفاهم الله واختارهم من بين خلقه لحمل كتابه وأوصيهم بتعاهد القرآن والعمل بأوامره واجتناب نواحيه كما أهني أولياء أمورهم الذين حرصوا على أن يكون أبناؤهم ثمرة صالحة للمجتمع والوطن الغالي وفي هذه المناسبة المباركة أتقدم بالشكر والعرفان لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولا سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الأزراء يحفظهم الله على ما يولونه من عناية واهتمام بجمعيات تحفيظ القرآن الكريم والحفظ على طباعة تعليم كتاب الله لكافة أسطاع الأرض وهذا ما يشهد به القاصي والداني وليس بغريب على ولاة أمرنا الذين جعلوا القرآن دستوراً لهذه البلاد أرض الرسالة ومهبط الوحي ختاماً سمو الأمير أيها الحفظ الكريم أدعوكم لمشاهدة هذا العمل المبارك الذي يتحدث عن إنجازات خيركم وسر تميزها ونحن على وشك إكمال العقد الخامس من عمر صرحنا القرآن المبارك سائلين المولى أن يتقبل مننا ومنكم صالح الأعمال وأن يكتبه في موازين كل من شاركنا الخيرية وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته من قلب مدينة جدة ومن حلقة واحدة عام 1396 هجرية كانت الانطلاق ومضينا في نشر تعليم القرآن الكريم حتى وصلنا اليوم إلى أكثر من مليوني مستفيد ومستفيدة حول العالم وتوجنا بجائزة أفضل جمعية خدمة القرآن الكريم على مستوى العالم ومواكبة لرؤية المملكة 20-30 الرائدة ليكون القطاع غير الربحي مؤثراً في المجتمع حصدنا درجة 100% في تطبيق معايير الحوكمة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي وكأول منظمة تعليمية غير ربحية في السعودية حصلنا على شهادة المواصفات القياسية الدولية آيزو في نظام إدارة المؤسسات التعليمية وأيضاً شهادة الآيزو في نظام إدارة الجودة وكما يقال الإنجاز يولد الإنجاز فلم نتوقف بل حققنا أيضاً المركز الأول في جائزة التميز في العمل الخيري على مستوى المملكة في دورتها الخامسة كأفضل منشأة خيرية والمركز الأول في جائزة التميز كأفضل مشروع خيري لنكون أول جمعية تحصل على هاتين الجائزتين معاً وحيثما وجد القرآن ومسابقاته وجدت خيركم فقد حققنا المركز الأولى في مسابقة الملك سلمان بن عبد العزيز القرآنية على مستوى المملكة ومسابقة جامعة جدة ومسابقة حفظ القرآن على مستوى تعليم جدة لنحتفي اليوم بتخريج أكبر عدد من الحفاظ في تاريخ الجمعية 1655 حافظ وحافظة هذه الإنجازات المتوالية تحققت بفضل الله ثم بدعمكم يا أهل الجود والعطاء نواصل الريادة والتميز في تعليم القرآن الكريم وما زال للإنجازات العظيمة بقية لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويؤذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير ما رأيناه يثلج الصدر وشي جميل نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في خيركم التي جمعت هذه الكوكبها العظيمة حفظت كتاب الله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في الجهود وأن يوفق الجميع إلى ما يحبه يرضى جمعية خيركم جمعية مباركة أيضا التي تولي اهتمامها وتعتني بتحفيظ القرآن الكريم باللشأ سواء ذكور أو إناث وإصبحت هذه الجمعية ما شاء الله يعني متمرسة في هذا الشانس سنوات طويلة بقيادة المهندس عبدالله الحنفي والقائمين عليها فأنا يعني صعيد جدا وشرف كبير لي أن أشارك الليلة وأن أسبق الحمد لله أن شاركت في مناسبات كثيرة عندما كنت في موقع العمل كنا ندعم هذه الجمعية لأن هذه الجمعية تخدم القرآن وعلى مائدة القرآن وأعتقد حق القرآن على كل مسلم ومسلمة أن يعمل على نشر حفظ القرآن وفهم القرآن وتفسير القرآن لأن القرآن هو كنزنا وهو رسالة الإسلام وهو القرآن الذي يؤسس ويعمق الإيمانيات ويوحد الأمة الإسلامية كلها نحيل مكافاتكم لله عز وجل في خيركم 1655 حافظ وحافظة نماذج متميزة أطفال توحد يقرؤون القرآن أكثر من مليون قارئ للقرآن في برامج عن بعد من خارج المملكة أنا أحمد الله ذي وفقكم لهذا وأسأل الله أن يزيدكم من فضله وأن من نجاح إلى نجاح في كل عام كنا نترقب هذه الأعداد 1655 رقم كبير جدا وهو في ميزان العز وجل الأكبر أسرى يتقبل منكم وشكرا هذه الدعوة الكريمة ما في أكثر من كلمة أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الرسول الله صلى الله عليه وسلم أقول جزاهم الله خير والله يجعلهم إن شاء الله من كل سنة في زيادة حافظة القرآن وكتاب الله واجعلنا منهم يا رب بإذن الله إن شاء الله إن شاء الله هل لكم تعاون مسبق مع جمعية خيركم كيف ترون كيف تنظروا لهذه الجمعية هذا يخليها بيننا وبين الله سبحانه وتعالى الجمعية كفاية حفظة كتاب الله هذا يكفينا كتاب الله نساهم فيه بقدمه نقدر ربنا يكتبنا وكتب لهم الأجور يا رب وما لا ننسى المهندس عبد العزيز وجميع الأخوة اللي معاه في الجمعية الله يزاهم بالخير يا رب إن شاء الله نحن سعيدون الله بهذه الليلة وسعيدين به القرآن ونحمد الله ونشكره أن أتاح لنا الفرصة أن نحضر في هذه الليلة الليلة العظيمة والشريفة لأن فيها احتفاء بالقرآن وأهله ونقول فعلا خيركم من تعلم القرآن وعلمه نسأل الله أن نكون جميعا من هؤلاء الذين يتعلموا القرآن وتخيل يا أخي الكريم كل من حفظ له أجر وكل من حضر له أجر وتخيلوا أن هناك منهم في بيوتهم ولهم أجرهم معنا وهم الداعمين فلولا الله ثم الداعمين والمانحين ورجال الأعمال ومن يحبون الخير لما استمرت مثل هذه العطاءات لا ينجح يعمل إلا بعدة أسباب أولا ولي الأمر الذي يوجه ويدعم وهذا معهدنا عن ولاة أمرنا ثم القائمين المخلصين وهم إدارة هذه الجمعية الفاضلة خيركم ثم الداعمون من أهل الخير الذين يسعون لكي تستمر هذه الأنشطة بيض الله وجيكم جميعا وهنيئ لنا ولكم والله يستخدمنا كلنا في طاعته الحمد لله سعادة مطبيعية الحمد لله بعد هذا التعب والمراجع أخيرا الحمد لله وصلت للهدف اللي أفغى الحمد لله ما هو الهدف اللي تهوي؟ المركز الأول هل هناك أهداف أخرى سعادة تحقيق؟ أكيد اليوم البداية إن شاء الله وعندي أهداف أخرى أخذ إجازات أخرى في القرآن إن شاء الله وبإذن الله أشارك في مسابقات أخرى وإن شاء الله تعالى أني أستمر بالمراجع والحفظ عشان أتقن القرآن كاملا بإذن الله تعالى خيركم كيف وقفت معك؟ كيف تصف لنا هذه الجمعية؟ كيف؟ جمعية خيركم؟ المعلم؟ كيف كانوا معاك؟ الحمد لله الأستاذ أنس البيراوي يعني أعطاني نصائح مرة مهمة في المراجع وفي الحفظ في إتقان المتشابهات فكان هذا أكيد سبب بعض الله عز وجل في اللي وصلت له والجمعية؟ والجمعية أيضا من الاختبارات اللي كانت فيه دني دائما والنصائح والأمور هذه كلها كانت سبب أكيد بعض الله عز وجل في اللي وصلت له اليوم حقيقة جمعية خيركم هي خير على الأرض ليست على المملكة الرئيسة السعودية بلادنا بلاد الحرمين الشريفين بل هي على الأرض كاملة سيما وأنها حصلت على يعني شهادة الأيزو فلذلك هي عالمية تخدم الأمة كلها في تكريم حفاظ القرآن ويعني إعانتهم ويعني الجمعية لها جهود كبيرة وبسياسة محكمة ما شاء الله لقوة الله بالله وتوصل القرآن بطريقة جذابة وبيئة طيبة مباركة وتربية يعني للنشأ على الخير بارك الله فيكم والحمد لله أن الله عز وجل وهب لنا وأعاننا في هذه البلاد المباركة على هذه الجمعية المباركة اللهم لك الحمد وشكر الله لكم جميعا وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته غمرتني السعادة اليوم بأن أشارك في هذا الاحتفالية الكبيرة جدا بحفظة كتاب الله العزيز 1655 حافظا وحافظة حقيقة في مختلف فئات العمر هذه الجمعية خيراكم حقيقة لها نتاج على طول العمر وهي تحتفل الآن بالعقد الخمسين لها في المملكة العربية السعودية وفي محافظة جدة ويعتبر هذا العدد من أكبر الأعداد على مستوى العالم في مدينة واحدة حقيقة كتب الله لهم الأجر وندعو الجميع بالتبرع والمساعدة لهذه الجمعية لتتاعد وتقف مع حفظة كتاب الله الكريم في النملكة العربية السعودية شكرا لكم كيف تنظرين إلى هذا الحفل البهيج الذي أقامته الليلة جمعية خيركم بحضر هذه الكوكبة وتخرج كوكبة من حفظة كتاب الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن اليوم بكل فخر واعتزاز كما قال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه هؤلاء الثلة من الحفظة كتاب الله عز وجل نسأل الله نجعلهم ذخرا للإسلام والمسلمين هذه المملكة العربية السعودية بلد الخير بلد العطاء دم تعزني موطني وجزاكم الله خير والقادم أجمل جهود جبارة مبدعين متميزين لكم الحب والتقدير معكم رجل العمال هان لحلواني خيركم هل لكم تجارب سابقة مع هذه الجمعية وكيف تنظر لهذه الجمعية خلال مسيرتها في تحفيظ القرآن الكريم جمعية خيركم معروفة والعرفة لعرف مبادرة متنوعة مع كافة الفعاليات فئة المجتمع كافة الفئات لقوة البلاء اليوم ومساهمين بكل حب وتقدير مع حفظ الكتاب الله عز وجل كتب الله أجرهم متدرجين متمكنين متميزين ومتألقين خيركم اسم على مسمى أحييك الله أستاذ بلي الله يحييك إن شاء الله في هذا الكرنفال الجميل في جدة اليوم جدة بتحتفل 1655 خريج من جمعية خيركم وهذا فخر لنا جميعا ويكتمل الفخر بوجود الأمير محافظ جدة الله يعطيه العافية بن جلوي وهذه هي دائما جدة تحتفل بكل المواهب كلمة ماذا تقولون لجمعية خيركم كيف تنظر إلى جمعية خيركم مختلف مشاريعها وبرامجها القرآنية بكل مانا جمعية خيركم تبدل الغالي والنفيس من أجل أبناء وشابات والوطن أيضا تقدم الكثير من البرامج التوعوية وبرامج حفظة القرآن وأيضا البرامج اللي صراحة تتحدث عنها المملكة العربية السعودية اليوم ترى جمعية خيركم تزداد في عدد الخريجين لحفظة القرآن الكريم وهذا فخر لنا فخر في مملكة العطاء المملكة العربية السعودية تحت توجيه قيادتنا الحكيمة قيادة الملك سلمان حفظه الله وعلي عدو محمد بن سلمان اليوم كما شاهدنا الحفل والحضور الجميل الكل يبتهج الكل يتمنى تواجد هذه المحافل وقيادتنا الحكيمة حريصة على التواجد اليوم كما تشاهدون الأمير سعود بن جلوي كان متواجد في هذا الكرنفال مع عيان من البلد شكرا لهم شكرا من القلب شكرا لك نادر السقاف سيد نادر رسالة أو كلمة توجهها لجمعية خيركم وهي تحتفي هذه الليلة وتتزين بتخرج كوكبة من حفاظها وحفظاتها الحقيقة نحن مؤسسة مانحة المؤسسات المانحة دائما تبحث عن المشاريع النوعية الجيدة التنموية التي تثري المجتمع وتجعل أفضل وتجعل أكثر ترابطا وقربا من القيم والمبادئ خيركم تمثل هذا تمثيلا جاذبا وقويا حقيقة مسيرة خمسين عام هذه الجمعية وهي تقدم أفضل النماذج للمجتمع الشراكة مع خيركم حقيقة نوعية ونسعى دائما وتطلع إلى أن تكون أكثر وثوقا وأكثر قوة الحمد لله اليوم شفنا هذا العدد من الحفاظ الأكبر في العالم ممكن في التاريخ حتى من مدينة واحدة أمر يثلج الصدر كثيرا ومبإذن الله نحن المزيد من التقدم نشكر خيركم على هذا الحفلة الجميل البسيط الذي يقدم رسالة وإن شاء الله المستقبل أفضل وأكثر إنجازا بإذن الله شكرا لك الله شكرا لك في كل تغطية دوما تجدوننا من نور لقياكم تسمو شاشاتنا بمناسباتكم يحلو اللقاء لنا منكم لكم وبكم دوما نحن هنا بمناسباتكم يحلو اللقاء لنا منكم لكم وبكم دوما نحن هنا دوما نحن هنا